مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 قيقة بلا شك أن الكثير منكم تابع حديث الاعتداء على فتاة بحافلة النقل الحضاري من قبل مجموعة من القاصرين وهو الحادث اللي ثار جدل ونقاش واسع وبعد هذا ظهرت حواليش أخرى واللي دفعت بالكثير من الناس يتسألوا كيفاش الوضع الصباح بهذا الشكل وشنهم الأسباب اللي كتخلي المجتمع يعيش تحول بهذا الشكل واللي كتتمثل في الاعتداءات على المواطنين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة وبحسب أرقام وزارة داخلية في سنة 2016 مجموع الجرائم لتسجلات وصل الأزيد من 700 ألف قضية وتشكلت من قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات هذا الرقم ديال الجرائم الضعف بحوالي يزوج ديال المرات في ظرف 8 ديال السنوات بعدما ما كانت كتجاوز عدد الجرائم المسجلة عند الأمن حوالي 320 ألف قضية تحريروا بحضة حزرة وكما تتشوفوا هنا الجاز الداخل تحريروا حزرة باش تدخل الجاز بالهرسات محافلة وكانت سهدسي قدر يتسل عباد الله العينيه السبب ديك يخليك تلميك الطفل أنه هرس ديك الجازة رمشي حتو بغيه هرسها وكرا محد الحقد عنده الداخل الحقد الاجتماعي درسوه بجموعة من علماء النفس ودرسوه كذلك بجموعة من علماء الاجتماع هو ناتيج على التهميش وعلى الحرمان أي حاجة كتوقح في المجامع حسنا نشوفه راسنا حموله واش أنا أولدي كي يغريسي ومنك يجي عنده الإنسان يقول أه وتمارك سوقك فأنا أولدي لا قادر نولد لولاد حسنا نكون منفر لهم كل شيء ما قاتبهم ما نولدهمش فالقيام ره هي الصلب العمل الإنساني والاجتهاد الإنساني شنو سبب هاد الوضع واش حقد الجماعي كيجري تجسيدو في الانتقام من الوضع اللي كيكونوا عليه الأشخاص اللي كيرتكبوه دلالاعتداءات وشنو المؤشرات ديل هات التحول وشكل يساهم فيه وشن هي الأسباب الرئيسية المجتمع في المنعرج موضوع حلقة اليوم هذه حالات ومشاهد اللي صبحتك تكرر في المغرب اعتداءات على الأشخاص والممتلكات بالإضافة للعنف اللفظي باش نفهموا الأمر مشينا عند ناس مختصين في تحليل دواهر المجتمع أي أساتذة علم النفس الاجتماعي ومختصين في العمل الجمعوي والمدني واش لإنسان المغربي يفقد الشهامة دياله واش الفكرة المواطنة مازال ما تتضحاتش عن الناس ولا ما بقعتش حالة اللي شفنا ديال الارتصاب والحالات أخرى اللي بدت كدهروا في المجتمع هي ظواهر فعلا ظواهر شادة في المجتمع المغربي أصبحنا نراها باستمراء وفي كل لحظات وجود المجتمع المغربي إذن هذا يعني أول حاجة اللي يمكن نقولها هو انهيار نظام القيام في المجتمع المغربي معنى أن نظام القيام ماذا نقصده به؟ هي القيام الدينية هي القيام الإنسانية اللي كتخلي تحتارب الآخر لا واخذ ننتبه لواحد القادية في المغربي بكينا واحد القناعة خاطئة إن القيام ش حاجة إضافية شنه القيام؟ هي القواعد والسلوكات باش نعيش مع راسي مزيان ومع الآخرين مزيان لنما كانش القيام غادي نكون كنعيش وضعية صعبة مع نفسي ومع الآخرين اليوم إذن كي تبين من خلال هات الصريحات بلي هناك شبه إجماع على نفس المعطى وهو أن هناك تغير في منظومة القيام لدى المجتمع المغربي علاقة بالموضوع وفي سنة 2016 سجلات أزيد من 735 ألف قضية كتعلق بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات حسب تقرير لوزارة الداخلية ومن بي الجرائم كنوجد حتى جرائم ضد الأصول هذي الجرائم في المغرب قد تعدد كبير إلى السجون بما فيهم القاصرين واللي تضاعف عددهم بنسبة 140% حسب المندوبية العامة للسجون هذي المؤشرات المقتضبة كافية باش نتأكدوا من الكلام اللي سبقوا سمعنا واللي شار إلى تغير في طبيعة المجتمع المغربي لكن شنو سببها التغير لوقع الأمر اللي خلانا نتوجه عن شكري والساد عم الشيما واللي طلبنا منه يفسر لنا أشنو اللي واقع مباشرة يمكننا نفسرها الظواهر مع هذا الجانب واحد هذا الجانب هو ما يسمنا بأسباب التهميش والإقصاء داخل معيش اليومي لمغاربة إذن شيء طبيعي هذا الإقصاء إقصاء في التعليم إقصاء في الصحة تهميش في العمل إذا كلها كتأدي إلى القدرة الشرائية للمواطنين كتأدي إلى تكون واحد الحقد اجتماعي عند هؤلاء المواطنين معنى أنه تشار بكونه ليس بمواطنا في مستوى المواطنين الآخرين إذن ومحروم نجموعة من الحقوق طبعا لكتغفر عند الآخرين إذن تتكون عنده هذا الحقد الاجتماعي ومعنى هذا الحقد الاجتماعي وأنه تبلو أي مواطن آخر ما يصور يحقق رغباتي ويحقق كل ما يحتاجه وعدو الله باش نتعمق أكثر في مضمون تصريحات اللي سمعنا انتقنا عن شركة النقل الحضاري من دين الدربضة وهذه الشركة اللي قد تقدم خدمة عمومية قد تضرر من العنف لكيتمارس داخل الحفيلات بشكل يومي أحسنت السلام عليكم كيدا السحالة باسك كشو عمل الله ماشا دخلنا فيه في الوقت في الوقت شنو كان لدينا استصار براديو تصو ببرمانوز تصو ببرمانوز عايتو الريس قنصب سيبيل وصلوا القلبوا يستعبون في صوتنا وصلوا بالشيفور وطلبوا من الشيفور باش نوصل عليهم الدائرة في هذا المكان تلاقينا الآن مدير روجستيك بهذه الشركة والسؤال اللي طرحنا عليه واش حدة العنف الممارسة على الحفيلات والتاقم في تزايد بدنا نحسو بيها تطلع تدريجيا عام على عام يعني عام على عام تنحسو بي أن الطريقة تخريب الحفيلات دينا تزيد التفاقم ولا في العداد ولا تفاقم الطريقة ديال تقريب اليوم تن تقدروا لقاء الحفيلة مشاولها الباب مشاولها الكراسة ما عندهاش البغغيز مشاولها الجهاز الجانبي وهذا شي كامل تضر المواطن هو نيت لأن هاد الحفيلة هادي يجبني عنده واحد الوقت ديال اللي حتى تبقى وقفة في لازاتوري ديال المنتنانس لهذا الوقت تقدر تتراوح ما بين نهار تا يومين تا ثلاثة يام على حسب الأدرار اللي وصلت لها هاد المسؤول بالشركة أكد بلي حالات العنف تزايد وماشي في تناقص وهاد شي اللي أكدتوا بعض الإحصائيات لصدرات هاد الشركة ولي كتبين بلي الاعتداءات انتقلت من 2480 سنة 2014 الى 5265 حالة اعتداء سنة 2016 وهاد شي غادي نتأكدوا من مدى صحتو وحنا فعين المكان بالضبط في قاعة الاستقبال ديالاتصالات والمراقبة ولي كيتوصلوا بهاتتصالات من طرف سائق الحافلات لكيبلغوا على حالات العنف والاعتداء والتخريب هذه مشي الحالة الأولى لكينا بل حالات كتيرة ديال الاعتداءات لكي تتقاطر على قاعة المراقبة ومن بينها هاد الحالة اللي تسجلت بنواحي بوسكورة ساوليت هالساد الجاجة في الموقع ديال الموقع المستوى شنوطا بالضبط في نوحة بلز دوغلاس فين بلزة؟ في النوحة لبوسكورة نوحة بوسكورة نوحة بوسكورة نوحة بوسكورة مورد صرح؟ شنو؟ كان عندك رشق بالحجرة ولا من الداخل؟ قدرتك للندراسة لكي خورشون عن الحضارش واحد فيهم؟ والناس اللي كانين داخل الموقع اللي هم تشي حاجة؟ لا، وكان بلزة وكان بلزة وكان بلزة الحمد لله الحمد لله دونك غادي يتواجه دابا ديالكتون ويتجه ديالكتون لبريقات ديال الجندرمائي؟ أعلم نقدر مع نوص ومداني رغيبش مباشرة للشوت واحنا داخل هاد الشركة ديالنقل سوونا مخاطبنا على وشك يتم الاعتداء حتى على طاقم الحافلة وبالضبط السائق كان اعتداءات على الطاقم ديالنا كان اعتداءات تتفرقون جوج أنواع اعتداءات لفظية واعتداءات جسدية اعتداءات لفظية هاتي نتعرض لها يوميا عادي سوونا نفس المخاطب علشنو هي المناطق اللي كتعرف متشار لحالة الاعتداء ثم واش عندهم تفسير لهذا الوضع هاتي توقع في المناطق اللي كما عرفتنا كاملين المناطق السوداء اللي كل شي تعرفها واللي تال الامن تعرفها وهاتي يقدر يكون النتيجة لعدة العوامل هات العوامل هاته احنا يولين احنا نحنا نحنا نمتضررين لولين فيها الإحصائيات اللي سبقوا صدراتها هات الشركة اكدات على ان احداث العنف بدرجة اولى كتوقع ببعض المناطق السوداء وفي المرتبة الاولى ضواحي الحي الحساني بحيث تبلغ عدد الاعتداءات بها سنة ١٠١٤٩ حالة اعتداء ثم من وراها نواحي المحمدية وعدد الاعتداءات فقط ١٠٠٠ اعتداء انتقلنا المنطقة اللي كنت تستقبلوا فيها الحافلات اللي تعرضوا التخريب والاعتداء وهنا تعرفنا اكثر على واقع اخر موسيقى 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 الاهانات اللي كنت عرضوا اليومية كين نفسية ومدية ومانوية اول حد نفسية لانهو كد مضيقات كدق الانسان كيطلع ما كيحتموكش كدر الحمر كيو كدر الحمر كيو ينزليك كدول الله يخلكها بطلقها كيينو ديكساء كيشنق عليك كيضربها وبزادي الحبوش وبني كيهو كيز حجرك يشيرك كي يشير عليك من الادا كتتهرسليك وش حمد المثل وش حمد نشيفولي مشتلي عينيش حمد نشيفولي تضرب الموت وحنا كان تكلموا مع هات السائق انتبهنا بلي الزوزاجة الامامية ديالو مكسرة وهنا سوونا على كيفاش وقع هاتي كنا غادين در ريجاليح اللي يفضل الحمر بكتلي لا غدد دل هاتي البوليس عقل الساعة عقل الساعة عقل الساعة عممية درم هاتخلص عليه وامم خلصة مية درم تتخلص عليه مية درم كتليت سنة الخرج نحوه تفضل بلاك هذا حجا وشير عليها وجر هاتي باش نفهموا اكتر كيفاش كيتولد هالعنف وشن السبب اختارينا منطقة من المناطق اللي تسجلت بها حالات دل العنف والخسائر البشرية والمادية والاشارت لهالدراسة دل هات الشركة حنا الان داخل منطقة الرحمة مدينة دواحد ضربدة داخل هاد المنطقة كيتواجدوا الكتير من الاصر اللي يستفدوا من اعادة الاسكان ولكن المراحد ان الاندماج غائب بشكل كبير والفراغ هو المسيطر على البعض بالاضافة للبطالة وهات شي كله ليه تأثير الياس واحد من الشباب اللي سبقوا مارس العنف ضد الاشخاص والممتلكات وسبقوا التعتقل عدة مرات تلاقينا بهات الشاب وسط الحي اللي كيسكن فيه وسولنا على رأيه في الموضوع والاتهامات اللي كانت توجه لهم هات الشي ما اللي يجمعونا هنا يجمعو الكاريانات يا فاش كشر الاسدرام اخويك يقولك الرحمة فالاسدرام فره فالاسدرام في هات المكان الياس لتقى بعض الشباب اللي من ابناء هات المنطقة وليستقروا بها مؤخرا وهنا كيتجدد نقاش حول واقع المنطقة ومعاناة شبابها واطفالها سونا هات الشاب اللي كيعيش فيه كيخليه انه شوف هاد الحمدولله دبارا تاب سبما قالوا هادي ودوج سجن ودوج اجرام وكين كيشوفه ماشر اللي بحال الياس مزيمة تاب وشكيشوفه قدوة ديالو سونا هات الشاب وشنو رأيه فيما يقع ولياش راجع وشنو فنا دارو سبب تغيير منظومة الاخلاق كيرجع السبب واحد وانا الناس يعني ما مدمجوا مش معناس اخوين مشان جماع الاحياء الصافي اللي كين فرح ما كين حيل المكرت اللي كان في حد البحر كين الزهاري كين الباشكو يعني الناس كلهم جوا من نفس واخر المرات مختلفة وكين نفس الوضع كانوا كيعيشوهم جموعين فالجاو جمعوهم بقوا بناتهم ما كينش واحد تغير يعني بحل غيات زيتية من الزنق وحطيتي وسط ربعات الحيط ولكن ما غيشوف شي حاجة مختلفة غيشوف نفس العقلية اللي كانوا غيشوف نفس الناس اللي كانوا كيعيشوا مع نفس العادات نفس التصرفات ما كينش واحد اللي غاديشي غيشوف ما تانكيديش حاجة مختلفة لسينا ما كانت كلموا دراسة صغيرة وطبع الحالي حيته هم المستقبل وهم الأكثر تأثر بالموحيد دينام السبب ديكي خريك تلمي الطفل أنه هرز ديك الجاجة رمشي حاجة وابغي هرزها واكي رمح الدل حقدة عنده لداخل علاج ما كيوصلت عندي ديك الطوبيس علش ديك اللي ركب في الطوبيس حسنني أنا خسنة نركب في الطوبيس حسنة خسي يجي عندي حقيك بما هو ركبت أنا خسنة نركب الحقد الاجتماعي درسوه بجموعة من علماء النفس ودرسوه كذلك بجموعة من علماء الاجتماع هو ناتج على التهميش وعلى الحرمان إذا أنا كشخص محروم من جموعة هذه الحقوق والامتيازات في مقابل مواطن يعيشوا معي في نفس الوضعية إذا في هذه الحالة كيف أفسير دي الضائرة إذا تعطيني هذا الحقد الاجتماعي تعطيني الشرعية أنني مارس على هذا الشخص العنف بكل أشكاله لا المد ولا المعنوي مجرد مشاهدة كاميرا تاقم البرنامج الساكينة دي المنطقة صرات باش تدخل في الموضوع حين أن البعض كيشوف أن المسؤولية مسؤولية المؤسسات فهذا المواطن اللي كيقتن بهذا المنطقة كيتافق مع هذا الطرح لكن كيشوف باللي هناك طرف آخر مسؤول على هذا الوضع أي حاجة كتوقح في المجامع خسنا نشوف وراسنا نحن مولي وولي واش أنا والدي كيغريسي ومني كيشي عنده الإنسان كيقول لي ضون كنا والدي لا قادر نولد الولاد خسني نكون منفر لهم كل شيء ما قادش بهم ما نولدهمش ما نعدمش راسي ونعدب وادو كل ولاد ونعدم المجامع معه أنا إنسان قد تلقع عنده كيشي تلتالاف درام ووالد خمسة أنا الفرق عاو تاني هنا هو الجهل تفكير واش أنا مزلوط أن ولد خمسة ستاقر غادرنا منطقة الرحمة وتوجهنا لعند الصحفي والمتخصص في الشؤون المحلية عبد الرحيم أريري واللي عنده تفسير لهذا الشي اللي وقع تجارب الدولية يعني عندنا جوجة تجارب فاضحة وواضحة تجارب الأولياء الأمريكانين هم الأولين ذو في بداية القرن العشرين عرفوا ما يسمى باللغويتزاسيون عبر جميع يعني هاد النظام دي اللي قيتوهات لجميع يعني دوك الساكنة دي السود في واحد الأحياء خارج المدن طيبية الحال يعني الأفلام الأمريكية حبلة وتضج بالأمثلة على ما أنتجته هاد الضواحي المقصية بالمدن الأمريكية للأسف الشديد جاد دول أوروبية خاصة فرنسا عود أن تجتفيدها من هات التجاربه دي الولايات المتحدة الأمريكية بادرت إلى إنشاء يعني احتهية مجمعات سكانية لحشر يعني كل هاد المقصيين وكل هاد المبعدين الأفضع من هذا هو أن الوضع لن يكون يعني أرحم بعد عشر أو خمسة عشر سنة لأن الوستوك اللي كينداب الآن في هذا الضواحي اللي قلت قبيلا دير خمس سنين سبع سنين بعد عشر سنوات سيصبح عمرهم عندهم عشرين سنات من عشر سنة وبالتالي هاد الوستوك اللي غادي يدخل للسوق غدا السوق الاجتماعي غادي يكون واحد يعني قنبلة قابلة للإنفجار على أي إنسان اللهم اللهم إذا تدخلت الدولة على كافة المستويات واتخذت تدابير لدمج هؤلاء ولأنسنت هاد الفضاء وبالتالي يحس بأن هذا الإنسان را يعيش في واحد المجتمع أسباب كثيرة إذا تسبات في إنتاج الحقد الاجتماعي والإنتاج عنف وحدة خلال في منظومة القيم وفي انتظار تحمل المسؤولية من طرف عدة جهات ومؤسسات فالوضع الحالي كيدا قناقوس الخطر هاد شي اللي تابعنا كيبين باللي الموج جامعة المغربية عرف تراجع في منظومة القيم ولهذا صبح الموج جامعة كيعيش كل هاد الاحتقان فاشنو الأسباب اللي سامات باش يكون الوضع بهاد الشكل واشنوه الدور دي الأسرة والمدرسة باعتبارهم المسؤولين على التربية والتعليم لينو تابعه هاد الشخص اللي صرح لنا بليسبق اللي يدخل السيجن ثلاثة ديال مرات في سينة صغيرة كينتاميل فئة الشباب ولي كيتقدر عددهم بكتر من سستة المليون نسمة ولي كيتراوح أعمارهم ما بين 15 و 25 سنة وهاد الفئة هي المتهم الأول حاليا باعتبنا ديك الساعة كنا صغار بنانوك يبغي يستغل يستغل العقلية ديالك نشام حدك باعي صغار شنو شي يقول بنانو سنة دارة 12 عام 13 عام هادة شوخ صدره بالحبس باش نتعمقه كتر في دور الأسرة في تربية الأطفال أو بالأحرى دور الأسرة داخل المجتمع المغربي توجه هنا عند أستاذ في علم النفس الاجتماعي ولي هو الدكتور محسين بن زاكور باشي فسر لينا كيف أصبح دور الأسرة اليوم وسط المجتمع المغربي كتسول الآباء الأمهات شنو ووظيفتهم كيقول لكم احنا كنجريعوا على ولداتنا كنجيبوا الفلوس لولداتنا كنعيشهم في مستوى عالي لكني كتظرهم على الوقت شنو كيخصوا الولدات واش كيتحتوا معهم واش كيعطيهم واحد نوع من الإشباع العاطفي واش هناك حوار في المنزل واش هناك تتبع للطفل واش كيعرفوا فوقاش خرجوا على الطريق ولا ما خرجوا على الطريق هاد العلاقة اللي كنسميهوا احنا الوظيفة التربوية والوظيفة الاجتماعية اللي غادمشهم اجتماعيا ويتعلموا ويحتربوا الآخر أصبحت تتراجع بشكل خيالي جدا إذنو سولنا مخاطبنا على شنو هما الأسباب اللي كدفع بالقصيري لدخول عالم الإجرام هناك مجموعة من الدراسات النفسية الاجتماعية اللي كتقول كل ما قلتي لولدك نعم على كل شيء كل ما ربيتي على أن يصبح مجريما علاش؟ لأن الطفن كان قل له لا شنو كان بني فيه؟ كان بني فيه الحدود كان بني فيه المجهود كان بني فيه تأسيس ديال ما نسمى البحث على المستقبل بمعنى كتعلموا الصبر كتعلموا يؤمن بالمجهود كتعلموا بأن هناك قوانين يجبوا الانضباط وليه واحترامه وكتعلموا شيء آخر أن الأبي والأم سلطتها هذه الأمور مني كانت غير طبعاً ما كتبقاش سلطة في الدار كي يقول لي أول واحد كيتعلم فيه الطفل الإنحراث هو الأب والأم قضية الحرماء الأسري سبقوا التفجرات مع قضية القاصرين اللي قاموا بالاعتداء على فتاة بحافلة النقل الحضاري لهذا توجهنا الحي ديالهات القاصرين وهنا تلقينا بهذا الشخص اللي هو من ساكنة حي البرنوسي وفاعي الجمعوي واللي غد يعطي رأيه في الموضوع الإجرام في البرنوسي كي يبنينا أنه في تزايد بواحد الواترة اللي مهودة اللي كتخلع صراحةً ككل الأحياء في الضربيضة ولينا كنسمعوا شيء مشاكل اللي صراحةً يندلها الجابين اللي كتستدعي أن الاعتفاة لا من المجتمع المدني لا من الجهات الأمنية لا من المسؤولين أنهم يشوفوا هذا الظاهرة اللي هي غادة الارتفاع المهود هنا صولنا مخاطبنا كيف اجدير الحالة الاجتماعية والأسرية دي القاصرين اللي قاموا بالاعتداء على الفتاة في الحافلة الاعتداء دي الحافلة كما كنسميوه هاد الشباب هاد دريري كيعيشوا واحدة وضعية صعبة منها التفكك الأسري كحالة أولى كتلقى الأسرة الأب هربان على الأم كين حالة واحد كيعيش على أنه متوفي الأب يعيش بدون أب وكين حالة ثالثة أنهم كيعيشوا وضعية صعبة واحد الفقر اللي ممكن أننا فقر مدقع والبيئة البيئة حتى هي هي اللي وصلتنا أننا الهد لمشاكل أسباب كتيرة وراء التغير دي المنظومة القيام في المغرب واللي كتضاف لها مؤشيرات أخرى فالطفل اللي كيحل عينيه في الأسرة اللي نسمع نحن الأسرة غير مستقرة الأسرة المشتتة وكيسمع الكلام نابي كيسمع المعيان أول صورة كيتهرز له في الدماغ دياله هي صورة الأب وصورة الأم اللي كتمثل السلطة والاحترام لأن شنو هو الإنسان اللي كيمنعه أنه ما يتعداش على الآخر رهما شي القانون رهما شي السلطة كيفما كان طبيعا لا، هو إش كان بني ولو في ضميره هذه الأشياء يجب محاربتها لأن إذا تعلم الإنحراف منذ البداية في المنزل فالإنحراف إذا تطور بالضرورة غيسمع إجراء إذن وصولنا مخاطبنا شنو هي الحلول المقترحة باش نحدو من هالظاهرة دي اللي ينحلل الأخلاق في المجتمع المغربي الحلول ما نكش تكون سحرية طبعا أول شي خسنا نكون وعيين به وخص الأسرة أنها لا تكونش تشوف فيه كولدي ديالي تشوف فيه أنه مواطن وتؤهله للمجتمع شنو غا يدخل دير في هذا المجتمع ولهذا أول أساس المسألة الاجتماعية والأسرة اللي هي مهمة بالنسبة لي وهو الوظيفة الاجتماعية تركز على هذه الأسرة تعلموا التراوي، تعلموا الأخلاق، تعلموا الحدود وفوق هذا شي كله ما ينسوش أن الامتداد لهذا الأمر خصوص يكون حتى في المدراسة خصوص يكون حتى في الشارع وهذا الامتداد شنو كيعطينا؟ كيعطينا ما نسميه بالدريجة الرجل الصالح بعيدا عن دور الأسرة، المدرسة بدورها كتقاسم دور التأثير والتربية والتوجيه إحصائية المندوبية العامة لإدارة السجون كتشير باللي عدد السجناء في المغرب هو أكثر من 80 ألف سجين 26% منهم أميين 51% ما كيتتعداش لمستوى الدراسي ديالهم تعليم الأساسي وتسعود في المياه ما كيتجوز تعليم تناوي السؤال المطروح هنا واش المنظومة التعليمية في المغرب كتساهم في الانحلاف؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال توجهنا لمركز المغربي للتربية البدنية وهنا تلقينا برئيس المركز اللي غادي يجاوبنا على السؤال ديالنا استعمال العنف في بعض المؤسسات ومن طرف بعض الأساتيدة يعني ينم على أن هناك واحد نقص كبير في المعريفة ديال الآتار السلبية ديال العنف المدراسي بيع المخدرات وبيع السجائر اللي بدأت تتنامى هالظاهرة بشكل سريع اللي كتكون في محيط المؤسسات التربوية يعني النتائج ديالها غاد تكون وخيمة وغاد تزيد تنمي وتساهم في تاكاثر هالظاهرة ديال العنف المدراسي بعد هذا الجواب اللي سمعنا من المركز المغربي للتربية المدنية فهمنا باللي تقريب المخدرات من التلاميذ هو عامل من العوامل الكبيرة اللي كتساهم في تغير سلوك وقيم التلميذ الدراسة وحدة اللي اعتنات بهذه المشكلة هدا وبينات بأنه تقريبا ثلاثي الفمية ديال التلاميذ كان تعرض عليهم على الأقل مرة في حياتهم السجائر والمخدرات بمحيط المدراسة وهذا كي تسمى بالعامل العرضة ومهم جدا بنسبة الاحتمال لتعاطي المخدرات أو على الأقل البداية في تعاطي المخدرات حسب الدراسة قعم بها المرصد الوطني لمخدرات والإدمان فـ 800 ألف مغربي كيدخنوا الحشيش والدراسة نفسها كتبيين باللي واحد من أصل عشراء سبق لهم دخنوا الحشيش في سن مبكرة إلا كان هذا هو العدد بنسبة المواطن المغربي عامة فاشنو هو الوضع بالنسبة للتلاميذ في الإعداديات والتنويات؟ هذا الشيء سونا له رئيس المرصد دراسات اللي قبنا بها كتبين بأنه هذا التلاميذ السعيد الوطني اللي استعملوا السجائر على الأقل مرة في حياتهم وتقريباً عشرين في المياه ولكن مشيهم المتعاطين الحاليين متعاطين الحاليين وما تلميذ كل عشرة تلاميذ يعني عشرة في المياه وبنسبة المخدرات تقريباً ثلاثة في المياه من التلاميذ اللي على الأقل مرة وحدة في حياتهم تعطوا لي مخدر منها مثلاً الحاشيش منها مخدرات أخرى مشي المخدرات أو المدرسة أو الأسرة وحدهم لكتشار لهم أصابع الاتهام فأحياناً البنية التقافية لها دور كبير في تغيير مجتمع العديد من الشباب سبحوا كيسمعوا الأغاني كتضمن كلمات ورسائل كلها كتوحب المخدرات والجرائم وهنا كان له بالدم الناخد رأي أحد الفنان المغاربة ولعصر أجيال هنا كان لنا لقاء بالفنان المغربي الحاج يونس لكي يطفوا كلمات يعني عيب وقحة كلمة وقحة وعن مثلك قدرنا نقولك أنا بعد الأغاني كأنهم يشجعون على يعني الاستعمال الفاني دولك يقولون الله لتقرقوا بي وهناك من قال في استجوابتي أنا لا أعتبر هذا فنان هذا كان أعتبر مع هذه الجامعة اللي هي تخيف هذه الجامعة اللي هي كنقوله بعربية كتغريسي إذن ماشي فينا الفنان هو الفنان اللي كاعت رسالة نبيلة رسالة تربية رسالة خلقية الأسرة والمدرسة والفن مؤسسات لصبحات متهمة اليوم بالمساهمة في إنتاج أجيال كتفتقد القيم والمبادئ والأخلاق بشكل عام في هذا الجزء غادي نحاولو نعرفو واشهد الاحتقان كيكون أيضا بسبب غياب التقطير اللي هو من اختصاص الأحزاب السياسية واللي عددها كيزيد على 30 حزب والجمعيات اللي كيفوق عددها 130 ألف جمعية في المغرب واللي كيتمنح لهم دعم مالي من المالية العمومية وما بين الأمور اللي كيتمنح لها الدعم هو تقطير المجتمع دين نتابع احنا الآن كنتواجدوا بحي لساسفة بالضربدة واللي كنتواجد بي العشرات من جمعيات من أصل أزيد من 130 ألف جمعية في المغرب بعد هاد النقاش ديل هاد الشباب اللي كيسكنوا في هاد الحي طرحنا عليهم سؤال مباشر شنو كتمتل الجمعيات بنسبة لهم احنا كالشباب هنا في الساسفة إذا مشينا لضع الشباب أول حاجة كان المقار اللي كيكون في الجمعيات ديول المنطقة مغرب أرقوا بزاف الجمعيات أنا قوسوا 3-40-50 جمعيات ولكن الجمعيات كتخصصوا في ضع الشباب في المنطقة ولا في شي حاجة يعني كما نقول يدفعوا المبادرة يستفدوا هم يديروا شي حويج مو احنا ما ندخلوش في دكش ديالهم وكي احنا كالشباب معمن شي جمعيات عدنا أطرتنا ولا دفعاتنا نديروا شي حاجة يعني الجمعيات منعازلين علينا يعني ما نقول سفنائي وكيشبه نائي تمكن أحزاب الأول أحزاب ما كنشفهم هنا أولو من غير وقيتة الانتخابة صاف هشي لك توقيتها الانتخابات ما كنشفهم من أولو هات الشباب المنشغلين بالنقاش حول الجمعيات والأحزاب وماذا نشاطهم في المنطقة سونا واحد منهم على وشك تقوم بعض الجمعيات بمحاولة إدماجهم داخلها الدور دي الجمعيات نحنا ما كيش دورة مهم من ناحية لأنه يدمي الشباب ويقوم به ما كيش جمعيات اللي كي أطروا ولا كي يعني قدروا يجيوا عندك يأطروا معاقي وكشكين وكين الأداب يعني ومن هاد هاد السبب اللي كتخليه الانحراف دي للشباب في المنطقة وهنا ما كنشوفش غير الشباب ركنشوفه هنا أطفال اللي تقابلين تلقى ما بين 12 عام و 15 عام مبليين يعني والسبب كرجع كما نقول مسؤول الأول لكن ما كن من الجمعيات وبعد لقائنا بعض الشباب من المنطقة وكذلك بعض الجمعيات جمعنا الطرفين بزوج باش نعرفوا وجهة نظر كل طرف حول هاد الموضوع اللي التار حولوا نقاش تنتحملوا جوجنا المسؤولية تنتحملوا أولا نحنا مسؤولية وتتعاتبونا أننا من زلناش ويخصكم تتحملوا تتوما كذلك المسؤولية واش بحثو عن الجمعيات داخل الفضاءات اللي هي كينا حجرة بزوجة شكولي عاظك من اللي أنت أصلا عندك جمعية أو كنت جمعية كي الفضاء اللي تضمنها كامل فضاءت سواء الملاعيذ ديال القرب سواء نظر شباب المركبات اللي كينا داخل خزانة ديال المنطقة قولوا واحد المثال المعروف هو غاية يعني إرضاء الناس غاية ولا تدرك طبعا ممكنش غتكون تدير الإرضاء ديال المية في المية ديال الشباب في المنطقة بالتالي تتقدر تشاغل مع واحد العينة معينة اللي تتنخرط معك داخل جمعية هي اللي قلبت أنها تتنخرط تتقدر تشاغل معها سواء يعني في إطار ديالتكوين دورة تكوينية أو اللقاءات أو المحاضرات وهذا هو العمل يعني صلب العمل داخل الجمعية من خلال الملتقيات تعلمون سواء المحلي أو الوطني يعني تنقول أنه غاين قدرون تشاغلوا مع هذه الفئة اللي تتتقلب يعني تتتواصل معنا ما غايمكنش أنا نخرجو حين تعدنا عدنا إكرهات الإكره الأول هو أنه إكره مادي ما غايمكنش تخرج يعني باش باش تواصل داخل داخل الأحياء أنا تنقولها وتنتحمل المسؤولية فيها يستحيل أنك تواصل مئة في المئة مع شباب المنطقة وإلا إليك تقدر أنك تحقق هذه المسألة غاسميوك جمعية سوبر سوبر جمعية الشباب دي المنطقة عبروا على غضبهم أمام بعض الفائل الجمعويين والأخطر أنهم كيعتبروا أنفسهم مقصيين مقارنة بشباب آخرين لأنني لأنني أتبعوا في كل منطقة إذا أحنا أولاد الإستاذ كنلقاوا في ذلك الوقت اللي كنلعب في الكرة الصغيرة واللي كشرفوا عليه الناس مسؤولين كنلقاوا الناس كيجوا من مراطق بعيد على الإستاذ فا أمموني بالسافتين والناس دي فتدري دول الإستاذ الشباب في المنطقة كيعتبروا نفسهم مقصيين من استغلال مجموعة من المرافق داخل الحي اللي كيسكنوا فيه وهذا هو اللي كيخليل كتير يمشيوا الطريق لانحراف حين أن الجمعيات كيطالبوا الشباب التواصل معهم وهنا سونا رئيس واحدة من الجمعيات علشنو في نظرهم الحلول يتقدر تخليهم كجمعيات يتعاملوا مع الشباب ويتفاعلوا معهم كي نزلون الشباب الأحياء ديالهم أولا تكويل تكويل يعني اللي غيكون خصيصا الفاعلين اللي غي يتعاملوا مع هاد العينة ديال المواطنين الشباب عندهم خصوصية معينة وبالتالي باش تتعامل معهم يجب تكون مؤهل هذه النقطة الأولى الثانية خصنا شركات اللي تكون شركات حقيقية شركات مع القطع الخاص والقطع العام القطع الخاص عندنا حي صناعي تبارك الله اللي من أكبر الأحياء الصناعية وبالتالي الهتمام بها الفئة أخصهم يكونوا كذلك مسؤولين أمام هذه المنطقة هذه وأمام شباب هذه المنطقة المؤسسات العمومية مقاطعة جماعة جهزة متخابة أو ترابية كذلك تكون شركة وكذلك تفاعل بشكل إيجابي مع البرامج ومع الأنشطة لموجهة الشباب داخل المنطقة بعض الفاعلين الجمعوين كيعتبروا بلتكوين بالحلول اللي ممكن تأهلهم بشي التعاملوا مع الشباب داخل المنطقة ولهذا الغالث توجهنا المقر روحة من الجمعيات الوطنية اللي كتقوم مجموعة متكوينات الجمعيات من مختلف مناطق المغرب وكذلك الشباب الغير منتمين للجمعية وللحزب إذن غير بش نقدروا نعمموا هاد الملاحظة وهالتصور حول هاد الصعوبات اللي كتواجهها الجمعيات في الأداء ديالها داخل الأحياء وفي المؤسسات داخل مقر الجمعية صادف وجودنا نعقاد اجتماع بينها وبين بعض الفائلين الجمعوين الشباب اللي كيشتغلوا في مجموعة من أحياء مدينة الدربدة وليدار بينهم نقاش حول واشل خلال في الجمعيات أم في الشباب هذا خلانا نسولوا مخاطبنا على شن الرسائل اللي كيحاول يوصلوها للشباب والجمعيات خلال قيامهم عمل غير صحيح أولا لأننا مخصنش نفقده الثقة لا في نفسنا ولا في الجمعيات نظرا لأننا الشباب بطبيعة الحال عاشوا مرحلة طويلة ديال الإقصاء وديال التهميش وهذا خلاته أنه يشعر بواحد المهانة بواحد الدنيا وواحد الإقصاء سألة التعميم هي مسألة مجعفة أنه جميع جمعيات ضارة وأنه جمعيات فازة ومجعف وضالين في حق جميع الجمعيات اللي بدل المجهود وفي عهد الفاعلين والشباب اللي بدلين المجهود هنا سولنا واحدة من أعضاء الجمعية علشان أبرز ما كيصر حولهم به الشباب أثناء خروجهم الشارع ومحاولة التواصل معهم من بين الأعمال اللي كان نقوم بها في منتدى المواطنة هي خارجات ميدانية لتوعي وتحسيش الشباب وكثير من المرات تعرضنا بأننا في الأحياء الأحياء اللي مقدرة وقروا لها أنا هامشية قالوا لنا شباب أنهم ما كيتقوش فينا ما كي ما كي يعتبروناش بأننا فاعلين في المشهد السياسي أو المشانعي وتقول لك بأنكم أنتم وسيلة فقط كتجمعوا بها الفلوس هذا في كثير من الأحكام المسبقة يعني اللي بخير جوجي اللي بعيدة عن بعيدة عن الواقع وبعيدة عن ممارسات المشهد المشهد المدني مختلف الأحزاب في المغرب اليوم كتوفر على شبيبات واللي كتشرك الشباب في العمل السياسي والمدني وهذا من بين أهم أدوارها واللي كيشمل كذلك تأطيرهم تفاديا للصراعات الحزبية اختارين انطلقاهم بشخص محايد واللي في نفس الوقت عاش تجربة حزبية أنوار الزين واللي كان كيتحمل مسؤولية رئاسة شبيبة واحد من الأحزاب المغربية قبل تقديم الاستقالة والبتعاد عن عالم السياسة وهنا سونا مخاطبنا على وش الأحزاب وشبيبة الأحزاب كيقوموا بتأطير الشباب المغربي التأطير ديال الشباب في المغرب من طرف الأحزاب والشباب الأحزاب ما كيتعداش واحد في المئة ديال الشباب يعني اللي هو رقم ضئيل جدا إنما من ناحية أخرى نحن نقوله الحقيقة أحزاب والشبيبة الأحزاب راك يديروا ديال الشي اللي يقدروا عليه لأنه من ناحية ديال انخيرات ديال الشباب في هذه المؤسسات ولحتى من ناحية ديال الإمكانيات المادية باش ديال تأطير لأن التأطير ما كيجيش غير من فراغ كين إمكانية قسك تجمع الشباب في واحد المكان قسك تلوجيستيك ديال لك الاجتماع قسك المحتوى الفيكري ديال 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 وكتتبع فاش كيكون عندك ما سألان شي تكوين ولا شي فورماسيون ولا شي ملتقى كيفاش يمكن تبقى نتبع ذك الشباب في تاريط وار من بعد فاش يبشي المدينة دياله ولا القرية دياله وعيش فاك كيفاش يمكنك تتبعه هذو إمكانيات اللي دبارة ما كينين لأن الأحزاب ما كينش عن الشباب من السهل نقوله أنه ما تأطرش ولكن من ناحية أخرى خلق سنطلوا من الداخل باش نعرفوا علاج ما كيأطرش مخاطبنا صرح أن عدد الشباب اللي كتقوم الأحزاب والشابيبات ديال الأحزاب بتأطيرهم اليوم قليل وما كيتجاوز واحد في المئة وهذا حسب تصريحه راجع لإمكانياتها وهذا خلنا نسو لمخاطبنا اللي كيشتغل الآن في مجال التواصل على كيفاش الأحزاب والشابيبات الأحزاب ممكن توجه الشباب لطريق صحيح وترقى بهم بدل لانحراف والتوجه الجريمة اللي كي توجه للشباب اليوم الحرب اللي كينا يحرب على مستوى المحتوى الكون توني عشنو كيضور في اليوتيوب عشنو كيضور في شفكات تواصل الاجتماعي إلى آخره والمحتوى البائس اللي كي كيرض الاستغيزاتيون يعني كيرض مشهور واحد سيل اللي كيدي واحد الفعل الإجرامي ولا واحد الممارسة غير أخلاقية أكتر من المحتوى طيب وبما من الطرق اللي ستدار في التواصل مع الشباب هو أن الإنتاج يعني الفيديو والحياة والمصار للناس اللي هم أنجحوف الحياة ديلهم وليمكن يكون لهم عفواً مثل هناك يندور ديل الشبيبات وديل الحزاب وديل الجمعيات المجتمع مدني بسفع عام وديل النقابات لأنها تعاود هاد القصص الجميلة وتصورها وتصوقها بما فيه الكفاية باش وحد آخر اللي يمكن إضافة إلى الجمعيات والأحزاب كالقودور الشباب اللي كتمكنهم من ممارسة مجموعة من الهوايات والأمور الإيجابية وهي اللي ساهمت في إخراج نجوم ومتقفين ومشاهر كتر خلال سنوات مضت لكن واش مازال كتقوم اليوم بهذا الدور ومازال عندها نفس التأثير هو الشباب ما زال كيقبل عليها كما السابق كان بكري كينا العائلة كي الأب والأم اللي كيشهدك تدري من المدرسة وكيأكله وكيشرب كحت شكرة دياله كيقول لي باه سير در شباب كتقول لهم مو سير در شباب المعلم والأستاذ تاوت يقول لي سير در شباب حي در شباب كان كيمشي يخرج في التمارين دياله الجيل ديالي أنا أو الجيل اللي قبل مني حنا عنينا لماذا عنينا لأنه كان واحد لإقبال كبير على در شباب وكينا الإمكانيات قليلة جدا دابا الأستاذ دابا يقول دابا الآن على أنه لا الإمكانيات ما بقاش عدنا نتضرقون نقولوا ما كيش الفلوس ما كيش كادر لا كي الفلوس الموضوع أتار نقاشات كثيرة في كل مكان كنا كانت تقلوا لي والجميع كيشوف أن الوضع اليوم تغير الأسواء حتى داخل هذا المكان اللي هو در شباب مولا يرشيد بالضربضة وفي هذا الشماء اللي حضر فيه المدير الإقليمي الوزارة الشباب والرياضة بن مسيكو مولا يرشيد بالضربضة وكذلك مديرة در شباب مجموعة من جمعية والشباب والأطفال هنا سونا المدير الإقليمي الوزارة على فين كيكمل الخالة اليوم فعدم تصالح الشباب مع المؤسسات المخصصة لهم ولكن إيش كان اللي كي نبال أن كي يخصي وقع تصالح ما بين المؤسسة دير در شباب وما بين المجتمع المغربي ككل لأنه من قبل ما شنول يكان كتيك تقوح لإقبال كبير لدرجة أنه ما كتصيبش فين يكونوا الشباب داخل دار شباب فكلت الإمكانيات ده بملكين الإمكانيات كين شبه عزوف وهذه مسألة نتنجولة اليوم أولا كي تكون عندنا ثقافة الاستماع للمسؤول ولا المدير ولا كي تصنطق نشوفوا للشباب أشنو اللي خاصوا باش ما نكونوش احنا كنشتغلوا في جهة وتنقدموا خدمات ليلا تتجيب إلى الحاجيات ديال 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 إذا كيسنا نتصنطولي ومين نتصنطولي كنعرفوا كنخصوا كيسنا نترجموا ديال الاحتياجات ديال وننفروا ليه باش يكون في دار الشباب عندهم معاها التصالح وعندهم معاها استفادة من الخدمات دياله إزلنا وصولنا مخاطبنا على واش المجتمع والعائلة كي تحملوا مسؤولية اليوم في العزوف اللي واقع لدور الشباب ولان انا كنقول بأن المسؤولية مشتركة باش ما نحملوش المسؤولية الواحد لجيها معينة المؤسسات ديال الانشيئة الاجتماعية كيخصت ترجع كتلعب الأدوار اللي كنت عندها من قبل تكون متكاملة في بيناتها أنا قلت من قبل على أن كالمؤلم وكالأستاذ كيقول دريالة لقاك تسنقاط بالراسك كيخصني نلقاك في داركم ونلقاك في دار الشباب إذن واش بقى الآن هاد النوع من تقافة سائد داخل المؤسسات ديال التربية الوطنية الآب كذلك تيقول الولدو أو بنتو رهما نلقاكش في الزنقاء نجي إما نلقاك في المدرسة أو نلقاك في الدار أو في دار الشباب إذن كانت هاد الأدوار هادين اللي فيه واحد النوع من تكامل كتأكد على أهمية دار الشباب غيرنا الوجهة من أجل القيام بأنشطة هدفها الحاس على زرع المبادئ والقيام عند الأجيال القادمة وبذلك الرقي بالمجتمع تحضير داك اليوم العالمي للمناهضات العنف كيفاش نتفاعلهم مع الأكاديمية ومع بعض المؤسسات على الأقل باشكون مناسبة أنهم نطرحوا هذا الموضوع هذا في الأبعاد دياله للأدوار المدرسة والأدوار المجتمع وكما يجب تلك داك النار في تليفون داك اليوم العالمي المدرس مخاطبنا في هذا المكان كان عبدالعليم ستور رئيس وحدة من الجمعيات الوطنية وهنا سونا على الحاجة لتخلي المجتمع تجاوز كل مشاكل كيانها لا واخذنا نتبه الوقت في المغرب كنا واحد القناعة خاطئة أن القيام مش حاجة إضافية شن هي القيام هي القواعد والسلوكات باش نعيش مع راسي مزيان ومع الآخرين مزيان من لما كانش القيام غدي نكون كنعيش وضعية صعبة مع نفسي ومع الآخرين فالقيام راه هي صلب العمل الإنساني والجهاد الإنساني المؤسسات العمومية بشكل العام في المغرب ما زال يعني القيام فيها ما كتشكل سلطة مرجعية وسلطة اللي كتحكمها وكتدبرها هذا ما كيمنعش بأنه وحد عداد دي المغربيات ومغاربة في مؤسسات العمومية حارسين يوميا أنهم يحافظوا لذيك القيام ويشتغلوا بها إذنو سونا مخاطبنا واش المسؤولية مشتركة بين كل فاعلين في المجتمع وكيفاش يمكن يقوموا بجعل القيام أولوية عند بعض المغاربة مؤسسات دي تطير ضعيفة إذن أول يجب أن نقوي القيام كقائدة أساسية في الإدارة العمومية والمرفق العمومي والسياسة العمومية والسلطة العمومية يجب أن جميع المؤسسات العمومية تنتابه بأنه هي النموذج اللي قدام المواطن وأن المواطن أساساً غير ديك شي اللي تدير ديك المؤسسات يجب أن نقوي مؤسسات تنشيئة الاجتماعية لأنه جل المؤسسات الاجتماعية في المغرب القيام مشوا النشغال دياله الأساسي الإعلام العمومي بشكل عام المدرسة الجامعة يعني هذه مسألة أساسية المؤسسات دي المجتمع المدني خلصة تلعب الدور ديالها الجمعيات الأحزاب النقبات هي مسؤولة على هذه المسألة المتقفين والمبديعين خلصوا ميلعبو هذا الدور ديالهم هذا إذن فليوم الجمعيات والأحزاب وكذلك الأسرة والمحيط كلها أطراف كتجاننا نشوفوا مجموعة من الظواهر السلبية اللي كنشاهدوها اليوم وضوى الجمعيات والأحزاب كفائن المدنيين والسياسيين كيكمن في تأطير الشباب وتوجيههم لكل ما هو إيجابي من أجل تفادي كل ما هو سلبي وتكوين شباب واعي موضوع ديالنا اليوم وهو موضوع تحسيسي توعوي من أجل تخليق الحياة العامة الحياة العامة معنا كلمة عامة ما معنى كلمة عامة إحنا كأطفال خاصنا نخدمون مجتمع ديالنا حلاش هذا شيء اللي تابعنا هو جزء من ورشة اللي كيأثرها فائل جمعوي ولي كتسافد منها عينة من الأطفال بمنطقة الفيدادر السلطان بالدربدة وهنا رأي نسول رئيس الجمعية على سبب اختيارهم الاشتغال مع الأطفال الشيطة ديالنا إحنا كجمعية كنستثفى الأطفال إنهم هما نشأة مستقبل هما رجال غد هما هما واحد النوار اللي غادتكبر غدا إن شاء الله اللي غادتعطي البودر ديالها للمغرب ديالنا إيدا فهذه الجمعية كتستهدف الأطفال في أنشطتها لأنهم هم شباب الغد اللي لازم يبتعدوا عن كل ما هو سلبي ولهذا سونا مخاطبنا على شن الأفكار اللي كيحاولوا يواعيوا بها هذ الأطفال كجمعية كنحاولوا نزرعوا فيهم لأن من الأهداف ديالنا نحنا كشباب أننا نزرعوا في النشأة الأخلاق السليمة الفكر الإيجابي الأشياء اللي زوينا ماشي أشياء اللي هي سيلبيا في المجتمع كنحاولوا نوعيهم بعدم تفكير بأنه ما يكونش عندهم واحد حيقد جماعي في المستقبل باش يكونوا كيحملوا نيات طيبة البلد ديالنا يعني يكونوا كيفكروا إيجابيا ما يشوفوش الكأس الفارق حتى واحد في هذا الجزء ما اختلف أن هناك تقصير من طرف دور الشباب والجمعيات والأحزاب والوضع الخصوف أن المسؤولية مشتركة واعتبر كل طرف أن الحل هو حوار تم خلال السماع لكل أطراف وخصوصا الشباب والأطفال الجمعيات المجتمع المدني ثم الأحزاب كلها جهات من بين مهامات أطير المواطنين من شباب وأطفال بدرجة أولى لكن حسب موقفنا عليه فهالدور بدك يتراجع شيئا ما وحتى الحضور دي لهاد الأطراف في بعض المناطق والشبه غائب وهذا شيء اللي يفتح باب لبعض الانحرافات اللي صباحات كتخلق نوع من توتر داخل المجتمع مشاهدين شكرا على المتابعة موعدوني تجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة موسيقى